وقدروا كيف ممكن الاثر دا يكون جوزول عشان يطلع على الحياة الجواء يكون مبدع منتج في المجتمع النتابة هذه البلدة التي حباها الله بنعم كثيرة ووفيرة منها قصوبة الارض ووفرة المياه امران جعل المنطقة تتصف بارض الظل لما لها من اشجار كثيفة هذه الفوائد جعلت المنطقة موطن للنحل الذي ينتج عسل النحل والذي يعتبر الاجود في افريقيا بحسب المراقبين تبدأ رحلة البحث عن عسل النحل في السهول والاودية ذات الاشجار الوارفة في اماكن تيمع ملكات النحل يبدأ النحلون وهي صفة من يعملون في انتاج العسل يصنع بولن الخلية التي يصطاد فيها النحل وتسمى بالتنقل وهي تتكون ببساطة من مواد محلية من اخسان الشجر وعشاب معينة يصنعها بكر بمهارة حتى تكون في صورتها النهائية على شاكلة استوانة مفتوحة الجانبين ومن ثم يتم طلاء هذا التنقل من الخارج بمادة تقليدية واقية له من الافات والحشرات الضارة حتى لا تعتدي على النحل داخل الخلية وهذه المادة تكون من روث الابقار ثم يصنع النحل قفلا دائريا من ذات المادة تقفل به جانبي التنقل بصورة محكمة وتترك فتحة صغيرة ليدخل منها النحل ويخرج في نشاطه اليومي وتبدأ المرحلة الثانية البحث عن موقع مناسب لوضع هذا التنقل لتهتدي اليه ملكات النحل وبعد ان يجد النحال الشجر المناسب بعناية ودقة وبنظرة لما ينتجه مستقبل يتسلق النحال الشجرة ويصل الى الموقع الذي اختاره وبما ان حفة النحل تعتمد على الجهد الشخصي يستخدم النحال الحبلة كمساعد له في رفع التنقل الى الموقع المحدد في الشجرة ويتم تثبيته بعناية ويترك في هذه الوضع وبعد دخول النحال فيه خلال شهرين او ثلاثة شهور يعود النحال ليحصد العسل ويستخدم معه الكنيتة وهي من العشاب تشعل فيها النار لابعاد النحل من العسل ليستخرجه وينزل خطوات معدودة وثابتة يعرفها النحالون كما يعرفون ابناءهم ثم يعرض النحالون انتاجهم من العسل في الاسواق التي بها تجار المتخصصون في تعبئة وتصنيف العسل وعرضه للبع وايضا هناك خطوة يتم فيها تصفية العسل من الشمع وتقسيمه حسب الانواع والاسعار التي ايضا تختلف باختلاف مواسم الانتاج هذه رحلة انتاج العسل في منطقة كوبوم التي توصف ببلد العسل لما حباه الله بتميز وكثرة ملكات النحل التي توازيها الكثافة الغابية والمياه الوفيرة مهد العزيب الشروق جنوب دارفور كبير زي ما شاهدنا التغرير السابق عن واحدة من المنتجات السودانية الجميلة المهمة يعني العسل اللي احنا ممكن نسويق له بصورة كبيرة جدا خاصة عسل النحل معرفة انه فيه شفاء فيه ناس بتستفيد منه وفيه ناس بتصنع منه حالات تانية كثيرة احنا ممكن ابسط الاشياء السودانية نقدر نسويق لها وتكون في الاخير هي الدخل الاقتصادي مهم جدا للبلاد اها يعني خلال ذلك كل التفاصيل اللي شفنا دائما في اي مكان من السودان طبعا ولاية السودان تختلف باختلاف وطبيعة انسان المنطقة يجب علينا ان نسويق لهذه المنتجات ويجب علينا ان نسويق للانسان السودان الذي ظل كثيرا يعاني حتى كمان من قد تكون الفيديوهات اللي دائما هي خلينا نقدر نقول تنظر بنظرة سلبية جدا انسان السوداني وعكس ذلك هو دائما بشخصيته باخلاقه بامانته مشهود له في كل مكان الانسان السوداني لكن ايضا يا لينا خلينا نسويق لمناطقنا السودانية لما نشيح كمان السياحة الداخلية انه نتعرف عليه عن قرب ديحية بساعدنا كثيرين ونحكسها للعالم بالصورة المحبوبة نبدأ احنا اول بينفسنا نتجول في مناطق السودان المختلفة في عماكن السودان المختلفة سياحيا عشان نحكسها الجوانب السياحية من خلال الصور والترويج لها الحاجة دي بتخلي انه السودان يرتقي للأفضل والأجمل انسان السودان زي ما ذكر حمزة انسان ما في زيه في الدنيا على فكرة واحد بس ما في منه اثنين ومشهور بعديد الخصال وضد ايضا كل السودانيين ومعروف على مستوى العالم ولازم نزرع الحياة دي والقيمة دي في قلوب ابنائنا اللي هم النجح عشان يكبروا يحملوا هم السودان زي ما الثورة السودانية الاخيرة هي حققت ترابط كل الشعب السوداني نحن نلتقيكم ان شاء الله بعد الفاصل اشتركوا في القناة